السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله نتكلم عن مشروعات التخرج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايه المشكلة في مشروعات التخرج المشكلة في حاجة ان كل واحد بيبدل من السفر يعني ايه كل واحد بيبدل من السفر وايه المفروض بيحصل اللي بيحصل ان الدكتور بيقول الطلبة مطلوب من انكم تعملوا كذا على سبيل المثال في حسبتهم معلمات في واحدة كلات هندسة سوريا كان الدكتور بي كل سنة يقول لهم اعملوا لي نظام تشغيل فالطلبة بتاعه طول السنة تعمل نظام تشغيل مصغر فبيوصلا انهم اعملوا حاجة قرابة من الدوس او وندس 3.11 تمام؟ السنة اللي بعديها الطلبة تيجي ياخد نفس الفكرة تمام؟ السنة اللي بعديها برضو الطلبة يبدأ من السفر لحد ما يوصل لوندس 98 يعني كبيره قوي لو عارف يوصل لحاجة قرابة من كده تمام؟ ليه ما نبنيش على بعض؟ الطلبة سنة 98 عملت حاجة كويسة جدا وصلت لحد الدوس الطلبة اللي بعديها الدكتور يقول لهم خدوا ده مشروع التخرج ده اخر حاجة طلبة وصلت لها وانتو مطلوب عليكم تطوروا تضيفوا مثلا متصفح تضيفوا وانت فيروس تطوروا تحاولوا تقرابوا من وندس 7 تحاولوا تعملوا حاجة طبعا كل open source دي حاجة مبداية تمام؟ نحاول نحن نطور يعني مشروع التخرج مبني على المشروع بتاع سنة الفاتس دي نقطة تمامة جدا هتفرق كتير جدا جدا هتفرق كتير بمعنى كنت بكلم مع احد الطلبة في كلية هندسة عملوا حاجة كويسة جدا يعني مثلا عملوا برنامج يقرأ مثلا الصوت يعني حوالوا الكلام مكتوب بتاع سنة اللي بعديها بيعملوا نفس الحاجة طب يأخذوها ويتطوروها يضيفوا عليها حاجة جديدة الدكتور يعد معهم ويقول لهم طب ايه رأيكم لو عملنا كذا طب ايه رأيكم لو عملنا مثلا بالتشكيل طب ايه رأيكم لو عملنا كذا لغة طب ايه رأيكم لو خليناه مترجمة يعني ايه يعني مثلا واحد مصري بيتكلم مع واحد صيني فده الجهاز ده يترجم للصيني بلغته يترجم له كلام العربي بالصيني ويترجم للعربي كلام الصيني للعربي ايه رأيكم نخلي فيها خمسمائة لغة اللي يجي بعد كده يقول لهم تعالوا نضيف كواميس تعالوا نضيف حاجة تانية ملخص اللي ايه بقوله ان كل السنة نستفاد من تقرب كل السنة اللي فاتت ونزود عليها طيب السنة خلصت ومشروع تخرج بقى موجود معنا كل طالب بيحاول يستفاد منه يحاول مشروع تخرج ده يكون هو المشروع بتاعه في الحياة يعني لو يقدر يخلي ده مشروعه في الحياة ان هو يفتح شركة خير وبركة ما قدرش يوضطر ان هو يشوف حياتة السلم الوظيفي وان هو يدور في الشركة خاصة بيجي على مشكلة خالص طيب المشروع بتخرج بتاعك ما ترموهش في الدرك ممكن تحطوا على النت كصادة كجارية للناس تانية تستفاد منها وطبعا بتحط اسمك وتليفونك وميلك بحيث لو في حد اقتنع بالفكرة وعايز ينفذها احسن واحدة ينفذها اللي هو فكر فيها فاتصل بيك تبع حاجة لك في السيفي بتاعك يعني حاول تعمل تطبيق عملي وتحاول تحطه على النت وتكتب اخواننا ده شغلي بحيث لو في حد مقتنع بيها اتصل بيك محاجة اقتنع بيها اه ناس بتشغل بيها وحاجة برضو ممكن يدرب في يوم الايام والناس كلها تبع عرفها بسبب البرنامج دوت تمام الفكرة كلها موضوع ان احنا ما نكتبش المعلومة وان احنا نطور من نفسنا وان احنا كل سنة نستفاد من التقارب السنة القبلي كده والدكتور نفسه يكون مشرف عليها يعني يعني الدكتور نفسه يعارف الطلبة وصلت لكذا فيقول لهم تخدوا اخر حاجة الطلبة بتاع السنة فاتت وصل لها تعلموها واستفادوا منها واذا وضعوا عليها واحد واثنين وثلاثة واربعة اتمنى يكون الموضوع ووصل واتمنى يكون موضوع سهل وبسيط الموضوع الدكتور تكمل مسيرة الناس وموضوع البحث تخرج بتاعك ما ترموهوش لا حاول تديل حد ثاني حاول تضحوط على النات بحيث الناس استفاد منها نحن نفسنا نبني وطننا وضع بصمتك ترجمة نانسي قنقر